شكراً لك شازلي التساع صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر أولت اهتماماً كبيراً لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القرية وتحقيق التناغم بينها وبين اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية الكوميسا ومجموعة التنمية لمنطقة جنوب أفريقيا الساداك وأيضاً الشرق أفريقيا وخلال كلمته أمام قمة الكوميسا أكد الرئيس السيسي أن جهود مصر خلال عامين أسفرت عن زيادة حركة الصادرات البينية بين الدول الكوميسا لتصل إلى 13 مليار دولار هذا وأعلن الرئيس السيسي في ختام كلمته عن ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي للفترة من 2024 وحتى 2026 إيماناً من مصر بمسؤوليتها نحو دعم جهود السلم والأمن في القارة الإفريقية كما تعهد الرئيس السيسي باستمرار العمل بالتنصيق مع كافة الأشقاء الأفارقة نحو تنفيذ أهدف أجندة التنمية الإفريقية 2063 لسيما مع تولي مصر رئاسة الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي نباد على مدى العامين القادمين التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظره الكينيية ويليام روتو على هامش انعقاد قمة الكوميسا وأشهد الرئيس السيسي بالدور الحيوي لكينيا في تعزيز الأمن والاستقرار بالقارة مؤكداً متانة العلاقات التاريخية بين البلدين وحرص مصر على تعزيز العلاقات خاصة على صعيد التبادل التجاري وكذلك الاستثمارات المصرية في القطاعات الحيوية في كينيا لدعم جهودها التنموية المبحثات تناولت أيضاً تطورات قضية سد النهضة إلى جانب سبل تعزيز التعاون بين دول حوض النيل حيث تم التوافق على دعم المصار التنموية لدول الحوض وجهود تعزيز العلاقات فيما بينها في جميع المجالات التنموية على نحو أن يحقق المصالح المشتركة لهم ويجنب الإضرار بأي طرف التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الملوي لازريوس تشوكيرا وذلك على هامش انعقاد قمة الكوميسا وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أكد اعتزاد مصر بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربطها بملوي مشيداً في هذا الصدد بدور ملوي الفاعل في منطقة الجنوب الإفريقية كما أكد الرئيس السيسي حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين لا سيما في مجال الاتثمار والتبادل التجاري وبناء القدرات للكوادر الملوية وأضف المتحدث أن الرئيسين تباحث تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات الإفريقية حيث تم التوافق على مواصلة التنصيق فيما يتعلق بقضايا الأمن والاستقرار وتحقيق أهداف التنمية في إفريقيا فضلاً عن تكثيف التعاون في هذا الخصوص من خلال عضوية البلدين في كل من الاتحاد الإفريقي وتجمع الكوماسا عقد الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط جلسة مباحثات موسعة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها أبو الغيط إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن المخصصة للتعاون بين جماعة الدول العربية ومجلس الأمن وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن جلسة المباحثات تناول التأسب لإدفع العلقات المؤسسية بين المنظمتين في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية خلال المرحلات المقبلة وكذلك تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية الهامة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الوضع في السودان وكذلك في كل من سوريا وليبيا واليمن أعلنت وزارة الشؤون الخارجية السودانية في بيان أن حكومة أخترت الأمين العام للأمم المتحدة بإعلانها فولكر بيرتس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة يونيمات شخصا غير مرغوب فيه اعتبارا من تاريخ اليوم قالت وزارة الداخلية الأوكرانية إن تسعة أشخاص على الأقل أصيبوا في مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا في قصف روسي وأضافت الداخلية في البيان أن القصف بدأ أثناء إجلاء المواطنين الذين غمرت الفيضانات الناجمة عن تدمير سد كخوفكا منازلهم أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن محطة زابوريجيا نووية في شركة أوكرانيا والتي تسيطر عليها القوات الروسية لا تزال تطلق المياه من احتياطي سد كخوفكا بهدف تبريد الوقود وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان إنه تبين بعض الفحص أن عمليات الضغط تتواصل رغم أن مستوى المياه ترجع إلى مدوني مستوى 12.7 مترا وأيضا في وقت سابق أعلنت الشركة المشغلة لسد كخوفكا أن الخزان لم يعد بإمكانه توفير المياه لتبريد مفاعلات محطة زابوريجيا النووية نفى البيت الأبيض صحة تقارير تفيد بأن الصين تعتزم إقامة قاعدة مراقبة في كوبا كوبا لتسواحل الأمريكية وكانت صحيفة أمريكية قد أوردت أن بكينوهافان أبرمت اتفاقا سريا لإقامة منشأة تصنط إلكتروني صينية في الجزيرة الوقعة في الكاريبي يمكنها مراقبة الاتصالات على امتداد جنوب شرق الولايات المتحدة ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم أن الصين ستدفع لكوبا عدة مليارات من الدولارات مقابل إقامة المنشأة هذا ونفى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي صحة هذه التقارير أعلنت السلطات التونسية أن أربعة عسكريين لقوا مصرعهم في حادث تحطم طائرة وكانت وزارة الدفاع التونسية قالت في وقت سابق أنها فقدت الاتصال بطائرة هوليكوبتر كانت تنفذ مهمة طيران الليلين في بنزرت في وقت متأخر يوم الأربعة وخلال القائن مع وزير الدفاع مادماميش طلب الرئيس التونسي قيسي سعيد بالعمل على تحديث العتاد العسكري لبلاده مشاهدين انتهى موجز التاسعة ونعود لاستكمال بقية فقرة صباح الخير يا مصر بعض الفاصل ترجمة نانسي قنقر